اشتركوا في القناة بل وموطد السيادة العثمانية الإسلامية في أوروبا ومرصخ أقدامها فيها وهو أول سلطان عثماني اشتهر عند الأوروبيين وأول حاكم إسلامي أطلق عليه أهل أوروبا لقب السيد العظيم ولهيبته الكبيرة ومكانته صار محور للسياسة الدولية في عهده وصاحب الكلمة الأولى في الشؤون الدولية بحيث كان مجرد سماع اسمه يثير الرعب والهلع في قلوب أعدائه لدرجة أنه عند وفاته أقامت البابوية في روما المهرجانات الصاخبة ابتهاجا واحتفالا بموته ويعتبر السلطان محمد الفاتح ذلك القائد المسلم الذي ارتبط اسمه في التاريخ بفتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية أنذاك والتي اشتهرت بقوتها ومنعتها بحيث فشلت أكثر من عشرين محاولة لحصارها وذلك ابتداء من عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه عام 35 للهجرة وزادت هذه المحاولات إصرارا في عهد معاوية بن أبي صفيان رضي الله عنه لمرتين عام 49 للهجرة وبين عامي 54 للهجرة وزادت أكثر فأكثر في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد المالك عام 99 للهجرة واستمرت هذه المحاولات حتى العام 165 للهجرة في عهد الخليفة العباسي المهدي لكن هذه المحاولات لم يكتب لها أن كللت بالنجاح والتوفيق وانتظر المسلمون بعدها ثمانية قرون ونصف بعيدين كل البعد عن تحقيق هذا الهدف الصعب المنال حتى تحققت البشارة والفتح الكبير على يد السلطان العثماني محمد الفاتح بحيث شاءت الأقدر أن يكون هذا البطل هو صاحب شرف فتح القسطنطينية فأخذ يرحمه الله بالأسباب اللازمة لتحقيق هذا النصر والفتح المبين وذلك من إعداد جيش الفتح ودعوة المسلمين للتطوع والمشاركة في الفتح حتى وصلت عداد الجيش إلى ربع مليون مقاتل مجهز بأحدث الأسلحة المتوفرة أنذاك برا وبحرا لدرجة أنه بنى أكبر مدفع في التاريخ والمسمى بالمدفع السلطاني وسقطت القسطنطينية في منتصف النهار ودخل محمد الفاتح المدينة وخرى ساجدا شكرا لله على هذا النصر العظيم وأمر بتحويل كنيسة آية صوفيا إلى جامع في الحال وأصبح اسم مدينة القسطنطينية منذ ذلك الوقت إسطنبول أي مدينة الإسلام وقد كان فتح القسطنطينية حدثا تاريخيا غير وجه العالم وكان السلطان محمد الفاتح هو من نال هذا الشرف وهو لا يزال شابا لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره وبسبب هذا الفتح العظيم الذي تحقق على يده أطلق عليه لقب الفاتح والذي أصبح كوسام على صدره لازمه في حياته وحتى بعد وفاته شكرا للمشاهدة شكرا لك